يامال ينضم لقائمة المصابين في برشلونا تيدي اهدشان يتحدث مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بشأن تراجع مستواه أعلن نادي برشلونا الإسباني أن نجمه الصاعد لامين يامال يعاني من إصابة في الفخذ لكن برشلونا أكد أن الإصابة لن تحرم نجمه الشاب من الانضمام إلى منتخب إسبانيا خلال المواجهتين أمام إسكتلندا الخميس المقبلة وأمام النرويج الأحد المقبلة في تصفيات يورو 2024 بشرط تجاوزه التقييم الطبية الذي سيخضع له من قبل الجهاز الطبي لمنتخب بلاده وكان يامال 16 عاما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا لصالح منتخب إسبانيا بعد أن هز شباك جورجيا الشهر الماضية وفي وقت سابق اليوم تأكد غياب جول كوندي مدافع برشلون عن منتخب فرنسا خلال المواجهة أمام هولندا في تصفيات يورو 2024 بجانب المواجهة الويدية أمام إسكتلندا بداعي الإصابة ويعاني كوندي من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها خلال مواجهة فريقه برشلون أمام غرناطا أمس الأحدى وتضم قائمة المصابين في برشلون كل من بيدري وفرانكي دي يوند وروبيرت ليفاندوفيسكي ورافينيا ديدي يهديشان يتحدث مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بشأن تراجع مستواه أعلن ديدي يهديشان مدرب منتخب فرنسا أنه سيتحدث مع قائد المنتخب كيليان مبابي بشأن صيام اللاعب التهديفي خلال الفترة الماضية لم ينجع لاعب باريس سان جيرمان في التسجيل في أربع مباريات متتالية في جميع المسابقات لكن المدرب البالغ من العمر أربع وخمس عاما صرح أنه ليس قلقنا بشأن مستوى اللاعب وقال سأتحدث إلى كيليان هو ليس في أفضل فتراته التي اعتدنا عليها لكن كحال لاعب مثله يظهر اختلاف الأداء بشكل أكبر يرى ديديشان أن مهاجم المنتخب ربما يعاني من بعض الإجهاد خاصة في ظل الجدول الزمني مضيفا من حقه أن يحظى في ظل هذا الجدول المزدحم للمباريات بفترة يكون فيها أقل فعالية يستعد البلوز لمواجهات أمام كل من هولندا في تصفيات يورو 2024 يوم الجمعة وإسكتلندا ودينا يوم الثلاثاء السابع عشر من أكتوبر كما عبر ديشان عن اعتراضه على تنظيم كأس العالم 2030 في ثلاث قارات قائلا أبرك أن التنظيم في العديد من البلدان هو الاتجاه السائد لكن إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية يعني تأهل تلك المنتخبات تلقائيا ما يمنحها أفضلية عن البقينة وأضاف لا أعرف من يتخذ هذه القرارات ولكني لا أخفي عنكم أنني أفضل أن تجري الأمور بشكل أكثر تماسكا على المستويين الرياضي والأخلاقي ولا أعتقد أننا وصلنا إلى هذا المستوى بعد